الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في مدينة حماة التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أعنف حملة عسكرية شنها النظام السوري ضد المتظاهرين ما أصفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى اعتقال المئة منهم العملية العسكرية تسببت في نزوح أكثر من خمسمائة عائلة من المدينة إلى المناطق الريفية المجاورة هربا من القصف والعمليات العسكرية مجلس الأمن الدولي من جانبه دان عمليات القمع التي ينتهجها النظام السوري ضد معارضيه داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها واعتبرها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على أنها غير معنية ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة لمجرد المحافظة على الاستقرار الإقليمي الله أكبر